كتير دائما كنشوفها رفقة الاستد والباحث محمد احسين المتخصف تغذية كذلك. كانت تكلموا دائما على التهابة المائدية وكذلك الرسجاع دي المريء. شفنا انه كين بجمعة من الاسباب اللي كتقدين هاد الاسترجاع اللي كتخلي هاد الغفل لانه ويطلع. اه فيها عادات غذائية. فيها بزاف ديل اه ديل الامور. ربما كان استهلكم يبخصاش تستهلك بحل الالكوحول وغيرها والتدخين. اكيد ها تتكملوا دائما في عدلالايطار ونشوفو اشنوه الحل كباش الانسان ممكن انه يخرج من هاد الدوامة ديالا للسترجاع المريء. اذن با ما تكلمنا اولا على التعريف ديال شنوه هي للوغة وشنوها اشنو هي المشاكل اللي كانت المستوي الانتهابات اللي كتكون معيدية والانتهابات اللي كتكون على مستوى المريء. لما عرفنا التعريف ديلها ولمن عرفنا شنوه العلامات. العلامات اللي تبلينا عن مستوى ذات لنا فيما يخص هذا المريء انه ملتهب وانه فيه مشاكل وكذلك المعدة اللي فيها المشاكل وفيها التهابات كذلك. اذا شنوما العلامات اللي كيعطوني تقريبا واحد واحد سبعة ولا ثمانية العلامات اللي كي يخبروني بانه اتنسيون حديرا سكره هاد شي اللي كتعان منه راه فيه المشكل ديال الارتجاع وفيه ان ذاك الحاجة ما بين ما بين المعدة وما بين المريء فيه مشكل اذا حاول انك تقوم بشي عمل ليقدر يخفف عليك اللعب او المشاكل اللي كترتب على هادك الحموضة اللي كتطلع عليك على المريء ديالك. ما بين العلامات اللي غادي نقدر نتكلم عليها هو هادك العافية اللي كتكون شعلاليا ليس فقط على المستوى المريء ما كذلك حتى على المستوى المعدة. كنحس جهة الفم ديالما عيدة ديالي واحد العافية كينا فيها لا تتصور. وبضبط عبتاني كت نحس بواحد العلامة ديال العافية جيت هاد الملاقية ديال اللاكاج طراسيك في جيت السدر ديالي. لما كنشوف جيت السدر ديالي فهاد بلاصة بالضبط كتل ان تلقى بانك هناك العافية وكتحس بان ديك العافية كي تقدر تطلع لك تل الحلق هناك تقول هنا انا عندي مشكل ديال الارتجاع. وخاصة لما كننا خد شي حاجة اللي كتكون غنية بالدهون. كما قلت دوك اللي فريد للموت الغدائي اللي كتكون آآ اتقلات. او لا الموت الغدائي اللي كتكون حامضة بحلماطيشة اللي تكل من عليها. ولما كننا كل هادو اوتوماتيك ممكن حسب راسي. العافية بدت تكتش عليه في المريء ديالي. والعاشفة العافية اللي تكتش عليه على المستوى ديال الجهاز اللي هضمينا. هناك نقول عندي خلال على المستوى ديال المعدة. او لا عندي خلال على المستوى ديال دك الحاجب اللي كن ما بيني. ما بين ما بين المعدة ديالي وما بين المريء اللي كنعيشه. كذلك دك كنحسب كل مرة وخا ما يكون ش حامض كل مرة كنحسب شي حاجة راجعة. راجعة يا اما سائل او لك تكون بحال لا تقيل شي شوية. هادك السائل ولا او لك تقول يا اللي كين شوية كترجع لي حتى للحلقة ديالي هادك الرجل كنقول بان هادك الحاجب راه ماذا يش خدمته ورا محلول وراه دك شي اللي كين في الماعدة كي يطلع لي الفوق هاد لفيد ديال ان شي حاجة سائلة كترجع لي حتى للحلقة ديالي او لا شي حاجة وخمط حونة كترجع لي حتى للحلقة ديالي هاد 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 الاشياء هدي غير طبيعية اذا دك الحاجب لكن لكن ما بين المعرق وما كين المعيدة ديالي را ما اخدامش مزيان كذلك الالم بعد مرات كنحس بالعادة بشعل اي جيت كي جيني في جيت صدر ديالي او في الظهر ديالي جيت جيت القلب واحتل بعد مرات كن يكمل قلب ديالي هو اللي كيدرني احنا انتهي من العلامات اللي كتقول لي بانه هدي راه كين مشكل ما بين ما بين المريء وما بين الجهاز النظامي خاصة المعيدة كذلك كيكون عندي صعوبة دي البلع في الوقت اللي كنبغي ناكل شي حاجة كيلقى بان هديك الماكلة كتبط بصعوبة خاصة فاش كينبغي ناكل بزر ديال الحواج اللي فيهم الكوسكوس الكوسكوس بعض المرات كيلقى صعوبة بش كي يهبط او للمكلة الاخرة كيلقى صعوبة بش كتبط انا كي بين بانه عندي التهاب وهذا كالتهاب ضيق من داك القناة ديال ديال المريء وبالتالي الماكلة ما كدوز ليا غير كما كيقولوا ستاستين الف كشيفة وهذا كي خليني نقول اتنسيون هذا كالتهاب مخصوش يكون ادن داك الحاجب اللي كان ما بين المعدة والمريء راه فيهم فيه مشكل خصني نشوف مع الطبيب ديالي كيفاش انه تعاون على اسس ان هاد المشكلة ما يبقاش عندي على المستوى ديال المعدة ولا على المستوى ديالجهاز لضمي او جنرال. مشيوا سريعا شنوية الامور ممكن ديرها باش نتفادوا هاد الاسترجاع المريئي باش نتفادوا الاسترجاع المريئي الاول حاجة نفكر فيها وهو انه نسترجاع لن بدأوا الاسترجاع ولن بدأوا بالوخة ننشيوا الاسترجاع باش كمسا عندنا عن المواضع بجوج نحاولو نغطيهم باش تعطى لنا الامكانيات الكيفاش انه ننتفده بحاجة مراحجة. الاسترجاع. الحاجة اللي ابغيت نخدم على الاسترجاع هو انني الموت الغدائية اللي ناكل خصة تكون دائما غنية بالالياف. ايه. منهم الخرطال. منهم الروز الكامل. منهم كما يقول خضروات الورقية. اه خاصة البروكولي. وكذلك البطاطة الحلوة. هذي مهمة جدا الناس اللي عندهم مشكلة دي الارتجاع. البانان. لديك البانان له كدريك دور كبير وكبير جدا. على هذيك لاصي ديتين اللي كتكون عندي في المستوى دي الجهاز الهضمي. وكتعطيني دك المشكل دي الارتجاع. لما كناخد ناخد البربا. العصير دي البربا فيها واحد المادة اللي اسمتها لبيتايين كلوريد. هاد لبيتايين كلوريد كتلعب دور مهم جدا اللي كتخلي المعيدة كتفرز داك الحموضة اللي كتقوي هادك الحاجيب وكتولي العملية دي الارتجاع كتولي شيئا ما نقصة. لا التفاح له دور كبير ودك اللي كنا فيها دور كبير في انها كتخفف ليا من المشكل دي الحموضة اللي كتكون عن المستوى دي المارئ ديالي لما كتطلع. له كدلك مضاد الالتهابات. عندك اللفة ديال انه كيكون هناك مضاد لالتهابات. يعني كيخفف على يدك الالام ديال التهابات اللي كتكون المستوى ديال المارئ ديالي. الجميع المواد الغدائية اللي كتعطيني وسط قاعدي. من الوسط القاعدي كنقوله كين آآ بحل الاشي اللي كتعطيني ما هو قاعدي كين اللوز. اللوز مهم جدا هاد الامر هدا. وخاصة الحليب ديال اللوز. وكدلك القرعة. والخيار. هادو في الوقت اللي نشوف عندي الارتجاع. هادو نحطهم دائما في البرامج الغدائية. وهدو اللي نحس براسي بانه هاداك المشكل بدك يقلال بوحد شكل كبير. في الوقت اللي غادي ناخد مثلا لان في حاجة البروتين انا نعرف بان البروتين كيكونوا اسيد. ولكن البروتين اللي ينقسوا لي هاد الامر هدا. هما اللي كيكونوا البروتين كيتسموا البروتين ماكر. هما بحل بحل الجاج. ولكن الجاج اللي كنحيد له داك الجلدة ديالو. وكدلك الحوتة هو مهم جدا. اللي كيخفف عليا هاد المشكلة لهدا. ما بين الحليب. كما قلت الحليب ديال اللوز هو المفيد لهاد الناس اللي عندهم المشكلة ديال الارتجاع. حتي واللي ونالابس عاد نرجو ناخدوه لانواع ديال الاخرى ديال الحليب. هاد الناس كيكون عندهم كدلك مشكل كبير ديال الاش بي. هادك هادك الميكروب خصوه ينقص المستوى ديالو. وإلا غده يخلق لي مشكل عن المستوى ديال العمل ديال ديال دك المعدة وبالتالي دك الحاجب غيقول لي فيه مشكلة. نعم. اذا شنو كان ناخد كان ناخد البروبيوتيك. مهم. ما بين هاد البروبيوتيك لهو دور كبير وكبير جدا على الاساس اني نخفف العب على المريء ديالي. البيطايين كما قلت قبل القليل مفين موجودين موجودين في الباربا وهي اللي غادي نحاول اننا ناكلها. الباربا. اه. اكلا او العصير. رضب الحمد لله ولت موجودة عندنا كثيرة. هاد الناس اللي عندهم مشكلة ديال الارتجاع. يحاولوا ياخدوا هاد الباربا. الاشياء اللي كتكون فيها الميلاتونين مزيان. شنو هي الاشياء اللي كتكون فيها الميلاتونين? جميع الانواع ديال المكسرات. هادو كيعاونوني بوحد شكل كبير. الزنق. الحواج اللي فيهم الزنق. كان ذاك اللي كيكون موجودين عن موالي زريعة. غتقول ليعطيني ذاك اللي كيعطيه لك. تهوة في هاد المادة اللي كتعاون. ولكني اللي خصني انتفادها. هو انني ما ناخدش القهوة. ما ناخدش اتي. ما ناخدش ليزالكول. ما ناخدش شوكولة. ما ناخدش الاشياء اللي طيبة. قعلي فريت. الفريت ديال الحوت. الفريتة ديال الفلال. حاجة اللي مقلية في زيت. كانت انتفادها. للحوامد. نفرش كنقول الحوامد كلهم بمعنى البرتقال والحامد والبومبلوموس داك شي. الماطيشة. الماطيشة. الناس ديل هادو ما ياخدش تومة. الناس ديل الارتجاع ما ياخدوش كدلك. البصلة. تهي كتدير هاد المشكلة دا. ويشربوا شربوا 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 الماء بالسافة. نعم.